اغلقت صندوق الاقتراع للانتخابات النيابية التكملية 2024 عند الساعة الثامنة من مساء اليوم بعد أن أدل الناخبون بأصواتهم لاختيار منشحهم في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وقد شهدت الانتخابات النيابية التكملية إقبالا كثيفا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى بحضور من صباح اليوم بحضور مميز للمرأة البحرينية وفئة كبار السن والشباب هذا وكانت عملية التصويت قد انطلقت عند الساعة الثامنة صباحا في المركز الإشرافي للدائرة وهي مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات وفي المركزين العامين بمطار البحرين الدولي ومجمع السيف التجاري بضحية السيف وذلك حتى الساعة الثامنة مساء وفور غلق أبواب مراكز الاقتراع بدأت لجنة الاقتراع والفرز في محافظة المحرق بحضور وكلاء المرشحين والجمعيات الرقابية عملية فرز أصوات الناخبين بعد انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء ترجمة نانسي قنقر